اخواتي المتتبعات اخواني المتتبعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اليوم يسعدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس ان اتقدم لكافة اخواتنا الفاضلات باسم ايات التهاني مقرورة باطيب الامنيات وكلنا امل ان تحقق المرأة في كل مكان الانجاز فوق الانجاز فيما يليق بمقامها ويسعدني ان اهني انون النسوة في كل بقاع العالم واخص المرأة العربية التي نجحت الى حد ما في الوصول الى اهدافها وتقديم رسالتها في المجتمع ومن هنا اريد ان اضع وساما فوق صدر كل مرأة مكافحة قد اتبتت المرأة العربية عامة حضورها الفعال في جل حقول الحياة ان لم نقل كافتها مبارك نشاطها هذا ومبارك عيدها وتهنئة من القلب للمرأة ومع ذلك من الصعب الحديث عن المرأة بعيدا عن الرجل فكلاهما مكمل للاخر ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات ان يعيش بدون هذا التكامل وعلى الرغم من ان المرأة تشكل نصف المجتمع الا انها لم تأخذ فرصتها كاملة في المجتمعات العربية فالمرأة العربية مرت عبر التاريخ من ظروف قاسية وصعبة ولكنها قاومت وصمدت ولم تنسى انها حفيدة نسوة عظام وانها حملت لواء الثورة وانها تتحدى الحصار والجوع والآلام الى كل امرأة اتقدم بتحية مودة وتقدير واحترام الى كلنا جميعا فالبناء الانساني لا يمكن ان يتم بدون مشاركة المرأة الفعالة سليمت اختي من كل شر وفي يومك العالمي لكي مني كل التقدير وكل الاحترام عندما نسمع الحديث عن هذا اليوم يتبادر الى ادهاننا اي يوم يصادف هذا اليوم العالمي؟ وهل هو يوم للاحتفال ام الاحتجاج؟ وهل هناك يوم عالمي للرجل؟ والاساس لماذا هناك يوم عالمي للمرأة؟ منذ اكتر من قرن والناس في كل انحاء العالم يحتفلون بـ 8 مارس باعتباره يوما خاصا بالمرأة انبتق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي لكن ما لبث أن أصبح حدثا سنويا تعترف به الأمم المتحدة ففي سنة 1908 خرجت 15 ألف امرأة مسيرة احتجاجية في شوارع نيويورك وذلك لمطالبة بحقوقهم تقليل ساعات العمل تحسين الأجور وكذلك الحصول على حق تسويت وفي العام الموالي أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة والمرأة المتواجدة في الصورة هي امرأة تدعى كلارا وهي التي اقترحت جعل هذا اليوم يوم عالمي للمرأة وقد قامت باقتراح هذه الفكرة في مؤتمر دولي للمرأة العاملة سنة 1910 ووفق على هذا الاقتراح بالإجماع وقد تم الاحتفال لأول مرة بهذا اليوم سنة 1911 في كل من النمسا والدرنمارك وألمانيا وسويسرا وجاءت ذكراه المئوية عام 2011 لذا فنحن نحتفل هذا العام باليوم العالمي رقم 109 وأصبح هذا اليوم معدل الاحتفال بإنجازات المرأة في شتى المجالات وهناك يوم عالمي للرجل كذلك يصادف 19 وانبر ولكنه لم يعتمد إلا في التسعينيات ويحتفل به الناس في 60 دولة من دول العالم ومن بين أهدافه التركيز على صحة الرجل والأولاد وتحسين العلاقة بين الجنسين وتعزيز المساواة وتختلف طريقة الاحتفال بهذا اليوم العالمي على حسب الدول والطقوس ففي روسيا تتضاعف مبيعات الزهور وفي الصين تحصل النساء على نصف يوم إجازة أما في إيطاليا يحتفلون به بتبادل الزهور وأمريكا أمريكا يصدر إعلان رئاسي كل عام يحتفي بإنجازات المرأة الأمريكية في شتى المجالات وحتى في المغرب يقومون بالاحتفال بهذا اليوم العالمي للمرأة في المؤسسات التعليمية في الإدارات وكذلك في الجمعيات أتمنى هذه النبدة حول اليوم العالمي تكون أعجبتكم وأجدد تهنئتي لكل واحدة منكم دمتم متألقات وإلى اللقاء